السلام عليكم ورحمة الله اليوم حبايبي الحلوين عنا حل تمارين حرف الحق زي ما أخذنا يا أول حرف الحق اسمه حرف الحق يلفظ إح وعنده شكلين إح أول الكلمة وإح آخر الكلمة الآن امسك قلمك ضع دائرة يلا إح أول الكلمة تكتب بهذه الطريقة على السطر ما بتنزل الآن ناخد الإح آخر الكلمة نكتبها بهاي الطريقة يا أول نعمل بطنها تحت السطر بهاي الطريقة الآن عندك ماذا تشاهد في السورة رائعين سورة حصان إذن نضع خط يلا نكتب مع بعضي أول حي صا نو حصان الآن ننتقل للسؤال الأول أنتقوا عنا حروف ومقاطع نقرأها يلا إح ح حو حي حا حو حي يلا أول نكتب مع بعض إح ساكنة تبقى إح الآن مد قصير حركة الفتحة تصبح حا مد قصير حركة الضم تصبح حو مد قصير حركة الكسرة تصبح حي الآن مع المدود الطويلة حا حو حي الآن يا أول ننتقل للسؤال الثاني وردد الكلمات منتبها إلى صوت الإح عنا كلمة حق لن حق لن جاء حرف الإح في أول الكلمة مفتوح إذن بقرأ ح نضع دائر على الح يح رو ثو يح رو ثو يح رو ثو يح رو ثو جاء حرف الإح في وسط الكلمة ساكن نقرأ إح قم حن قم حن جاء حرف الإح في آخر الكلمة نضع عليه دائرة الآن السؤال الثالث أضع دائرة حول حرف الإح الآن لدينا مجموعة حروف نقرأها ونضع على حرف الإح دائرة يلا إح آخر الكلمة إذن بضع عليها دائرة إد بتركها إح أول الكلمة بضع عليها دائرة إخ بتركه إح أول الكلمة بضع عليه دائرة إخ بتركه إح آخر الكلمة بضع عليه دائرة وحرف أخيرا حرف الإج ما تركوا ما بضع عليه دائرة الآن ننتقل للصفحة المقابلة أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي حرف الح الآن عندنا كلمات يلا الكلمة فيها حرف الح نحط عليها كلها دائرة كلمة حامد حامد هل يوجد حرف إح في كلمة حامد رائعين جاء في أول الكلمة إذن بضع دائرة كلمة والدي هل يوجد حرف إح؟ لا يوجد إذن بترك الكلمة كلمة الحقل هل يوجد حرف إح؟ رائعين جاء حرف الإح في وسط الكلمة بضع دائرة كلمة بذرة لا يوجد حرف إح إذن بترك الكلمة الكلمة الأخيرة القمح القمح إذن جاء حرف الإح في آخر الكلمة إذن أضع عليها يا أول دائرة رائعين الآن ننتقل للسؤال الخامس وحلل الكلمات إلى مقاطع عندنا مجموعة كلمات نحللها لمقاطع يلا ننتبه مع بعض ح نا نو حنان شو أول مقطع حكنا يا أول؟ ح إذن بكتب الح لوحدها نا حرف وحرف مد مع بعض رائعين نو لوحدها حنان الآن الكلمة التالية رحمة 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 عنا متحرك وساكن زي ما حكينا يا أول مقطع إذن بكتبهم مع بعض الآن حروف متحركة جاءت ورا بعض بكتب كل حرف لوحده ما ومن ثم تو رحمة الآن ننتقل للكلمة الأخيرة يسبح 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 يلا يا أول المقطع الأول يس متحرك وساكن إذن بكتب يس ب متحرك متحرك بكتب الب لحالها و ح لحالها يسبح الآن ننتقل للسؤال السادس وركب من المقاطع كلمتين ثم ألفظ عنا مقاطع ونركب منها كلمات يلا نشوف المقطع الأول يح ر يح ر س يح ر س الآن يا أول دائماً بتبلش بالمقطع الأول يح متحرك وساكن الإح مادي إيد هاي أول إذن الر بدها تشبك بإيد الإح يح ر س الآن ننتقل للمقطع الثاني يح ما د يح ما د عفوا الكلمة الثانية يح ما د يح ما دو يلا نكتب مع بعض يح في عنا جملتين يلا نقرأهم مع بعض ثم نقوم بكتابتهم فا د فا د يسب يسبحوا 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 فا يسبحوا الجملة الثانية س ح ر سح ر تر س م تر س س ح ر تر س م الآن نجي عند الجملة الأولى يا أول بنضع خاط يلا أكتب اتهجه وأكتب زي ما بحكي بكتب فا مد طويل دي برضو مد طويل فا دي يس يس إذن تكون متحرك وساكل لأنني قرأت الحرفين مع بعض يسب ب مد قصير ح مد قصير يسبحوا الآن ننتقل للجملة الثالية يلا نضع خاط نقرأ نتهجه وأكتب يلا س إذن مد قصير ح برضو مد قصير ر مد قصير سح ر تر تر متحرك وساكن رائعين تر س مد قصير م خلصنا إذن الأم آخر الكلمة مد قصير تر س مو الآن يا أول ننتقل للصفحة الثانية يلا أمرر قلمي ثم ألون عنها بنمرر قلمنا على نقاط حرف الإح وبعدين نقوم بالألوان يلا مع بعض حاول يا أول زي ما حكيت دائما ما ترفع إيدك عن النقاط إح أول الكلمة الآن ننتقل إح آخر الكلمة الآن يا أول ننتقل للسؤال الثاني أملأ الفراغ بالشكل المناسب نختار شكل الإح المناسب نضعه في الفراغ يلا نشوف الكلمة الأولى فراغ ما فراغ ما إذن جاء الفراغ في أول الكلمة إذن بدي أختار إح أول الكلمة ولا آخر الكلمة رائعين أكيد رح أختار أول الكلمة لأنه الفراغ بالأول يلا نقرأها نضع عليها فتحة ح ما حما الآن الكلمة التالية يس فراغ بو في عندك الفراغ جاء في وسط الكلمة وحكينا يا أول وسط الكلمة نفس أول الكلمة إذن بدي أختار الإح أول الكلمة يلا نكتب إح يس ح نحط عليها فتحة يا أول تصبح الكلمة يس ح بو يصحب الآن ننتقل للكلمة التالية فراغ ر س الآن يا أول الفراغ يجب الأول رائعين إذن رح نختار إح أول الكلمة يلا نكتبها ونشبكها مع حرف الإر نضع عليها فتحة نقرأ ح ر س ح ر س ح ر س ح ر س الآن الكلمة الأخيرة ف ر فر جاء الفراغ في آخر الكلمة إذن من الشكل المناسب؟ أكيد إح آخر الكلمة رائعين يا أول بكتب إح آخر الكلمة فار ح بضع عليها فتحة تصبح فار ح فريحة الآن ننتقل للسؤال الثالث اللي هو أكتب كتاب سليمة زي ما حكينا يا أول كتاب سليمة وبخط مرتب الآن نقرأ إح ح 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 يلا هنكتب مع بعض إح ساكنة تبقى إح ح مد قصير متحرك بالفتحة ح برضو مد قصير متحرك بالضمة ح مد قصير متحرك بالكسر الآن ح مع حرف المد آ ح مع حرف المد أو ح مع حرف المد إ الآن يا أول ننتقل للسطر التالي في عنا كلمات يلا نقرأ سوا ح نا نو ح نانو يح ر س يح ر س يسب ح يسب ح يلا نكتبهم مع بعض ح نانو حنانو يح ر س يحرس يس ب ح يسبح الآن ننتقل للجملة الأخيرة س ح ر س ح ر تر س م تر س يلا نكتب مع بعض س ح ر تر تر س م تر س س ح ر تر س الآن يا أول ننتقل للصفحة التالية الإملاء المنقول لدينا جملة لنقرأها هلأ قرأناها اللي هي س ح ر س تر س م تر س س تر س يلا نرجع نضع خط ونكتبها يلا يا أول س ح ر س ح ر تر س م تر س م الآن يا أول لدينا حديث نقوم بقراءته يلا استمع جيدا ويقرأوا مع ماما بالبيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة صدق رسول الله هلأ يا أول هذا الحديث عن أهمية الزراعة والعمل هلأ هنا في الحديث الشريف يحص أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الزراعة بحكي لك ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا يعني سواء أنت بتغرس شكل صغيرا أو بتزرع زرع فبيجي طير أو إنسان أو بهيمة البهيمة اللي هي الحيوانات يا أول ويأكل من هذا الزرع إلا كتب الله لك به صدقة فهاي بتدل على أهمية الزراعة تمامي أول؟ إذا نشوف كيف إذا جاء إنسان أو طير أو حيوان وأكل من هاي الزرع اللي أنت زرعته كتب الله لك به صدقة الآن ننتقل يا أول في عنا أنشودة بتحاول دائما ترددها أنت وماما بالبيت عشان تحفظها الأنشودة بتحكي عنوانها هيا نزرع رح أقرأ لك إياها مرة وإنت بالبيت ضلك رددها عشان تحفظها هيا نزرع أغلى شجرة كي تهدينا أحلى سمرة هيا نمضي للبستان أشجار في كل مكان عنب زيتون الليمون خوخ تفاح الرمان أشجار فيها البركات ما أغلى هذه الخيرات الآن أول حاول بالبيت ضلك رددها عشان تحفظها الآن ننتقل للنشاط الأخير وسمي يوما من أيام الأسبوع يحتوي حرفي الحاء والدال هلأ يا أول زي ما حكينا أو رح يجي معنا إن شاء الله أنه الأسبوع في سبع أيام تعرفوها إيش هي أيام الأسبوع يلا نحكيها مع بعض السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة هلأ مين من الأيام يجي في حرف الإح والإد يجي بنفس اليوم السبت أكيد لا ما في لحرف إح والإد الأحد الأحد رائعين يوم الأحد إذن اكتب لي هون الأ حد الأحد رائعين يا أولي الثلاثة يوم الأخير موسيقى